ترجمة نانسي قنقر في سن الرابعة عشر وفي مقابلة صحفية أجريت مع الوليدة في ريو جينيرو سئلت عما تحب أن تصبح في المستقبل فأجابت صحفية في قلب الحدف تعمل من أجل الخبر وما وراء الخبر تصوغه فيما يقول عن ستمائة كلمة وتنشره بسرعة البرق مما جعلها سيدة السبق الصحفي من دون منازع صاحبة شخصية قيادية منذ طفولتها تعرف ماذا تريد مجغوفة ومتأنية إلى درجة الإتقان بلغة في حديثها تجد دائما الكلمة المناسبة للتعبير هي مع الديمقراطية المجسدة بالأفعال وضد كل ما يقمع الحريات مهما كان الثمن ألتقى الليلة أول إمرأة عربية أصبحت مديرة الوكالة الفرنسية للأنباء راندا حبيب ماستر خير وأهلا وسهلا فيك بالبداية هذا الرابورتاج شخصية قوية تعرف ماذا تريد والطرق الأنسب والأسرع للحصول على ما تريد أحبت مهنة الصحافة منذ صغرها أعرفت كيف تفرض نفسها في مهنتها وفي الإعلام العربي في الوكالة الفرنسية للأنباء منذ العام 1980 حيث تدير مكتب الأردن منذ العام 1987 كسبت ثقة المسؤولين والرؤساء عندما أثبتت لهم أنها لا تكشف أبدا عن مصدر الخبر مهما تعرضت لضغوطات لا تخاف من الأخطار جريئة شجاعة وتعتبر أن من يلجأ إلى التهديد ضعيف لا تزال حتى اليوم ترتعش وتخاف عند نشرها خبر كما كانت في بدايتها رسلت إذاعة مونتيكالو لأكثر من عقدين من الزمن غطت أحداث عمان عام 1970 كانت أول من أعلن خبر سحب سيطرة الملك حسين عن الضفع وهي أول من أعلن قرار الملك حسين بتغيير خليفته بنت شبكة واسعة في الأوساط السياسية وعلاقات وطيدة مع أهم الرؤساء والقادة العرب تعتبر أن الصحافة رسالة حق وصوتا للحقيقة متزوجة من عدنان غرابي ولها ولدان سيف ويارا رندا حبيب العمل في وكالات الأنباء لا تطيح الفرصة للصحافة بأنه يبرز ويشتهر إلى أي درجة شي بيحزنك بالعكس أنا كان من البداية بظن الجانب الظل كان مفيد إلي وكان بيريحني لأنه كان العمل الصحفي فيه تجريد أكتر إذا بقدر أقول أنه ما عم بيهتم بالشهرة وعم بيهتم أكتر بتوصيل الرسالة وطبعا بس كان من الضروري أنه الواحد مصادره تعرفه منشان هيك بالتزامن وقت اللي اشتغلت بالإزاعة وكانت هاي دي فترة قبل التلفزيونات الفضائية كانت الإزاعات مسموعة وكانت الإزاعات كان العصر الذهبي كان العصر الذهبي إلها بقى الإزاعة أعطت صوت حتى لو ما أعطت صورة وكنت أحس أنه صار الإسم مألوف وهذا الشيء ساعدني كتير بالاتصال مع الناس لأنه كتير أوقات كنا وقت اللي نقللهم اسم وكالة وكالة الأنباء الفرنسية يقولوا لنا تب تنشر وين والتسقيف إجا مع تطوير العمل والآن أنا بفتخر أنه بالأردن وقت اللي بتقول للفرنسية الناس بيعرفوا شو الفرنسية بيسموها الفرنسية بطلوا حتى يقولوا لوكالة الأنباء الفرنسية لكن شأنها ما بين الصحافة بيتمتع بنوع من النرجسية دائما في الأنا والاعتراف الجماهيري مهم عند مطلق أي صحافة سواء يشتغل بالإزاعة بالتليفزيون أو بالصحافة المكتوبة شو رأيك؟ أنا بقولها دفخ وإذا بيقدر الواحد أنه يخلي رأسه بتجرد وبيهدوء وأنه ما يدوخ بالصيط وبالأهمية بس هذا فخ ممكن كل إنسان أنه يقع فيه ولابد إنه مرت علي بجوز فترات بس دايما بصحي نفسي ودايما أنا بقول لنفسي أنه بعد عندي طريق بعد عندي كتير شغلات أني أتعلمها وما عمري اعتبرت أني أنا وصلت وما عمري اعتبرت أني أنا ختمت العلم وبعدني بصراحة كل ما بدي أبعد خبر نفس بعدني بتردد وبعدني بإقلق وبعدني بخاف وبدي إذا خاصة بدي أبعد خبر عاجل يعني بذهني دايما أنه لازم أشيك خمسين مرة قبل ما وأتأكد من الخبر من شان ما عمره يكون هذا الخبر عرضة للنفي وين بتفرحي أكتر عند كتابة أو صياغة الخبر أم عند نشر وقراءة الخبر بفتكر متكامل يعني إذا بحصل على الخبر بنبسط كتير أما إذا ما قدرت أطلعه هذا الشي بيخلق عندي نوع من الفرستريشن يعني أنه الخبر بدون وسيلة نشره ليس خبر يعني بيكون متكامل بالنسبة لي بس بفرح كتير وقت اللي بوصل لخبر وبعترف أنه بحب أني يكون الأول ما حصل على الخبر تب بين خبر سريع وغير دقيق وخبر صحيح وغير سريع شو الأهم بالنسبة لي لك؟ لا طبعاً الصحيح وغير سريع وهذا اللي دايماً بقوله اللي بيبدو عنا اللي بيجو بيشتغله بمكتبنا أو لطلاب الصحافة إذا أوقات بكون عم بحاضر فيهم الواحد أفضل أنه ينتظر خمس دقايق عشر دقايق اللي هي مثل ما بتعرف بالنسبة لويكالي لعشر دقايق وقت كتير بس يدق خبره لأنه نفي الخبر بالذات بوكالة أنباء فضيحته يعني بتوصل لمليار شخص بقى ما بيقدر الواحد يحط حاله بهذا الوضع إنما لو تأخر على الخبر خمس دقايق الناس ما لح تتذكر اللي بدون يتذكروا حتى وقت اللي بنعمل مئة سبق صحفي اللي بيدل بالأدهان هو الخبر اللي كان غير صحيح بقى أنا هيدا عندي هواس من الخبر الغير صحيح تصدرين الخبر بتبخي بالمطبخ بتوزعي عن ماذا تبحثين؟ أنا بالنسبة لي الخبر رسالي ورسالة حقيقة وأنا بعتبر أنه الناس مين ما كانوا بأي بلد كانوا وبالذات بالمناطق اللي نحن منغطيها واللي بيهي بتهمني بالصفة الأولى بالنسبة لي رسالة هي توصيل الحقيقة لهن إذا في بعض الأنظمة عم بتحاول تخفي بعض الأمور بعتبر أنه من واجبة أني أكشفها إذا كنت أكيدة منها وإذا كنت أنا عندي ثقة تامة بصحة الخبر بل الصحفي برأيي هو شخص المفروض أنه دائما يبحث عن الحقيقة ورسالته هي توصيل الحقيقة وليس صنع الخبر نحن مننقل الخبر ما منصنعه حكيت عبد شوية عن الأنظمين هل بهمك ثقة الحكام فيك أنت؟ أم ثقتك أنت بالخبر اللي عم تعطيه للقارئ والصحف المجلات؟ لا طبعا ثقة في الخبر أنا غير مرتبطة بالأشخاص أنا ما يكودني هو الخبر هو الحدث إنما بالنهاية أنت بتفرض احترامك للحكام من مكان يكونه حتى لو أزعجتهم في خبر إذا الخبر مبكل بطريقة وأنه من الصعب عدم الاعتراف به هذا مع الزمن بيخلق علاقة ثقة بينك وبين الشعوب وبطريقة غير مباشرة بتصير تفرض احترام الحكام إليك هل كل ما يعرف يونشار؟ أنا بالنسبة إلي المفروض أنه كل ما يعرف يونشار بسئلة المفروض لأني بعترف أنه فيه أوقات بتصير نوع من الديل إذا بقدر أقول بينك وبين مسؤول كيف طبعا بحال خبر إذا صبرت عليه يومين ما بتخرب الدنيا يعني بتذكر أنا بالتسعين عرفت أنه بالتسعة وتمانين عرفت أنه سعودية بدأ تقطع إمدادات النفط على الأردن وبالنسبة إلي أنا بحاجة لتأكيد وبحاجة لمصدر بقتصلت أيامها برئيس الوزراء اللي كان أيامها مدر بدران في الأردن بدا تكون معناته بداية التسعين وقلت له أنا عندي هذا الخبر وبدي أعرف إذا أنتوا بتأكدوا أو لا لأنه مهم جدا كان للأردن طبعا وهيدي قبل ما كانت الأردن تعتمد على النفط العراقي زي ما صار بعدين قال لي نحنا المضبوط بتفاوض معهن وبعد عنا أمل أنه هذا شيء ما يصير إذا بتصبر علي تعطيني مجال أنه نخلص مفاوضاتنا أنا بوعدك بالمقابل أنه نتيجة بتكون من خبرك إيها أنت بالأول بيصير نوع من الاتفاق أنا بالنسبة إلي لأنه كان ممكن أني أطلع بالخبر ومفاوضاتهم أنه توصل لاتفاق وبطلع من نهاية خبري مع أنه كان صحيح يومها برجع بيصير غير صحيح بعد يومين وصدق بعد يومين قال لي أنه بالبداية قلت ديل يعني سفقة هي تعتبر نوع من سفقة أو اتفاقية هي اتفاقية بمعنى أنه أنا بالتزام بس أنت بالمقابل بتبتزم معي يعني كلمة سفقة بتخوف إيش كلمة سفقة بتخوف زيما مرادفة بترادف نوع من الربح أو الكسب بطريقة غير مباشرة مش كسب مادنة عم بحكي طبعا بغير طريقة هو من منطلق أنه أنت بتعطي نوع من التنازل اللي هو بتقبل أنك تصبر على خبرك 48 ساعة بالمقابل اللي بتحصل عليه أنك تكون أول من يعرف التأكيد للخبر بقى من هذا المنطلق أنا بس في وكالات أخرى في ناس عمي نفسوكي بالضبط بس كان بما أنه الخبر غير كامل غير مكتمل حتى لو طلعوا الوكالات الأخرى ما كان بالضرورة يعني الريس كان قليل لأنه بعد الأمور ماشي بتفاوض بقى وقت اللي بتنتهي المفاوضات إذا كنت أنا أول ما نعرف وهيك صار يعني واحدا ثبقني مظبوط هو فيه ريسك ما بعملها إلا بأخبار متوسطة الأهمية يعني إذا فيه أخبار كتير كتير مهمة مثل أنا بتذكر وقت اللي طلعت بموضوع تغيير ولاية العهد بالأردن هذا موضوع ما كان بيقبل الانتظار وطلعته وهو الملك حسين الله يرحمه كان بعده مش راجع على الأردن من علاجه قبل رجوعه للأردن واللي كنت عم بعلنه أنا أنه الشخص اللي كان هو الولي العهد واللي هو كان مفروض يكون من الملك مفروض يكون من الملك وكان ملك بالنيابة لأنه كان الملك حسين خارج البلد اللي طلعته أنا الخبر عم بقله أنه أنت مش لاح تكون بقى ملك كان فيها طبعا ريسك كبير وكان فيها كنت عارفة أنه بدي يصير استياء مني وهذا اللي صار وأنه بدي تصير ضغوط بس كان الخبر مهم جدا وأنا كنت أكيدي منه لدرجة أني كنت عارفة أنه مش عم بخاطر من ناحية الخبر يعني مش عم بخاطر بشوز عم بخاطر شوي بحالي بس ما كنت عم بخاطر بالخبر وما كنت يعني عارفة أني مش لحط وكالتي بوضع حرش لأنه خبر مثل هذا بهالأهمية لو كان خطأ كان بكون كارسة للوكالة ولا إلي بس ما طلع خطأ طبعا رندا أنت إمرأة تمكنت من أن تتصدري الوكالة الفرنسية للأنباء في العالم العربي في بلد عربي كيف فرطت نفسك في هذه المهنة وفي المجتمع الإعلامي العربي بصراحة أنا بوجودي بالأردن كغريبة بالأساس أنا جيت لبنانية على الأردن ما كنت أعرف بعد كل الخصوصيات الشؤون الداخلية الأردنية اللي بقدر أعترفي أنه ما حسسوني أني أنا غريبة ومشيت ببداية الطريق لفترة بسيطة جداً اشتغلت في القسم الإعلام الأجنبي في وزارة الإعلام لأنه زوجي كان بيشتغل بوزارة الإعلام وحسيت بسرعة أنه هذا غير مش مكاني مش لقلي ما بقدر أشتغل بمؤسسة رسمية بقى استقلت وشجعت حتى زوجي أن يستقيل هذا اللي صار إنما دخولي على وكالة الصحافة الفرنسية سنة الثمانين وبعد سبع سنين توليت إدارة المكتب أعطتني كانت بدايتها بجوز شوي صعبة كان لازم أني أفرض نفسي كان بدي أبني علاقات بس توصلت لمرحلة أنه صار فيه علاقة ثقة بيني وبين المصادر المتعددة وشبكة المصادر اللي أنا ربيتها على مدى السنين وبظن الثقة إجيت من منطلة أنه عرفوا أنه أنا ما بحياتي ممكن أكشف عن مصدري بأحثوا بثقة وأعادوا الاتصال إذا بقدروا ثقة ومصدقية أكيد هنه هدول العنوانين من هو الصحفي اللامع؟ صحفي اللامع هو اللي أولاً بيدل عيونه مفتحة أذانه مفتحة انتباهه على كل شيء اللي ما بيعتبر أنه الخبر بده يجي دق على بابه ويصلى عنده اللي بيدل ريبورتر يعني بحتى صحفي ميداني صحفي ميداني حتى لو تولى المناصب العليا يعتبر أنه هو لازم كمان هو يبحث عن الخبر بنفسه ويدل أليرت يدل انتباهه يعني كبير لأنه أنا من خبرتي الشغلات الصغيرة أوقات الإشارات الصغيرة تصرفات كلمة من هون ابتسامة رقم سيارة أوقات رقم سيارة ديبلوماسية صافة بمكان معين بالزمنات قادتني لأخبار كبيرة ومهمة بقى بده الواحد يتبع كل شغلة صغيرة ويوصل لنتيجة ويكون عنده الصبر أنه لو أخذت وقت كثير يدل يتابعها بس إن إذا الواحد بيتبع هاي الأسليب بينجح بفني سؤال واحد في هذه الفقرة مهنة الصحافة هي مهنة المتاعب والمشاقات هل فعلا تستحق كل هذه المخاطرة؟ منتساءل أوقات يعني أنا بفترة بالذات وقت اللي مش بس حياتي كانت في خطر بس وقت اللي حسيت أني حطيت حياة أولادي في خطر كنت أتساءل بس بفتكر دايماً البحث عن الحق وعن الحقيقة بيعطي للإنسان القوة وبيقول أنه المفروض أنه هاي الأسليب ما تخوفه وما تأثر على عزيمته رندا حبيب كل هذه الأمور محكي عنا بعد هذا الفاصل والأصدقائي والمشاهدين السراحة أصيرة نعود من بعد المتابعة لقائنا في وراء الوجوه مع ضيفتنا ليلة رندا حبيب خليكن معنا نعود إلى وراء الوجوه هو رندا حبيب ابنة السفير فريد حبيب شمالية من كسبة تحديداً بحكم عمل والد تتوزعت إقاماتك بين يوغو سلافيا البرازيل فينزويلا اليونان ولبنان شو أحملت معك من امتباعات من رؤى من تجارب إلى عمان حيث تعيشين منذ أكثر من ثلاثين عاماً بظن أنا هالفرصة اللي أعطتني عمل والدي كسفير والتنقل لدول كتيرة خلت عندي إمكانية أني أدرعيش بأجواء مختلفة بثقافات مختلفة بدول مختلفة وبحب السفر وبظن أنه من كل دولة أخدت شوية من تنورت أخدت ثقافة أكبر وأعطتني نوع من القدرة على التحمل والتفهم والتفهم الآخر وثقافات الآخر وذهبي للأردن كان صدفة وكانت بلد ما بعرفها ولا عمري زرتها ولكنت أتوقع يوم ما أني أعيش فيها لكن بعيش فيها وبحس الآن أنه موطني موطني تاني أو موطني مثل ما هو لبنان كان موطني طبعاً بعد فترة طويلة أنت اليوم تلتقى عن مسافة وعن بعض لكن وقتا قلت قبل شوي أو ذكرت أنك قلت إلى عمان حيث هناك خصوصية في الحياة الحياة الاجتماعية في عمان لها خصوصيات معينة وأنت كنت مطبوعة بثقافات مختلفة ومتشاربة من هذه الثقافات هل كم السهل عليك التأقلم في هذه الأجواء مرحوة المغلقة لكن المحدودة نوعاً ما المضبوط بالذات بالفترة اللي أنا رحت فيها كانت عمان مش عمان اليوم بس اللي عملته أنا طريت أن أعمل بعض التنازلات والتنازلات كانت غير مهمة يعني بطريقة اللبس أنا كنت جاية من البرازيل بعدني منطبعة بأجواء الملاتاز والصنبا والصنبا يعني بحكي من فترة بسيطة بعدني عم بتذكرها القصة بحكيها لأصحابي في الأردن أني وقت لي دخلت على دائرة المطبوعات والنشر اللي هي بوزارة الإعلام أول ما بديت عملي هني كنت الدنيا صيف وكنت أنا لابسة لأنه فيه برونزاج ولابسة بلكم وقاعدة ومبسوطة ومش حاسة أنه عاملي شي غلط لحد ما فيه وحدة من الموظفات وأنا بكون لكل الاحترام وبشكرها على اللي عملته إيجيتوا قالتلي عم بتحسي أنه كيف بيجوا بيفتحوا الباب وبيبتسموا وبيطلعوا ومدرجوا قلتلي لكل جميع جميع كل الناس لطيفين معي وهيك قالتلي بس بحب أني أقولك أنه شوية يعني هون ما في بالعادة وأنه الست أو البنت مع أني كنت بعدني صغيري نسبيا بقى رجعت على البيت وقلتله لزوجي طيب أنت مع عمرك حكيتلي هذا الحكي قال لي لما هو أنا بعتبر أنه من حقك تلبسي مثل ما بدي قلتله بس لا أنا مش جاي منشان أواجه مجتمع بي كامله بقى ذهبت للسوق وتبضعت وغيرت لبسي الأمور اللي أنا وتسترتي تسترت بس تسترت بطريقة يعني عادية جدا مش أنه مش طريت أني ألبس طويل أو شي بس بصراحة أنا بعتبر أنه الواحد ما لازم يتحدى مجتمع بالعكس يتأقلم مع مجتمع وأنا هيدي دايما وبقوله حتى لبنتي الآن أنا طريقة تربية بنتي بقولها بدك تمشي مع عقليات مجتمع بتعملي اللي بدك بتربي عقليتك بس ما بتواجهي لأنه بعدين بتجيبي لحالك وجه راس أنت على غنى عنه بنفس الوقت لقيت المظبوط كل شيء إيجابي في المجتمع الأردني حطيته تحت المكبر زي ما بقوله اعتبرته أكبر من ما هو وحبيته واتكلت عليه اللي هي الشهامة واللي هي البساطة الشعب الأردني المظبوط إنسان بسيط وعنده بعض الصفات الشهامة اللي عم تختفي من مجتمعات كثيرة وأنا هذا شيء جذبني كثير للأردن وللأردنيين وهذا شيء بعدني بحبه كثير في الأردن بقى شو بالنهاية موضوع اجتماعي موضوع لبس موضوع تصرف بيطلع بالآخر غير مهم رندا ما مرأت على مرور الكرام على زملاء الصف ولا على راهبات من فرانسيسكان فالكلب يتذكرك بحكم شخصيتك القوية وبحكم مشغباتك مع الراهبات وراء هذا الطبع القوي هل تخفين امرأة قاسية امرأة من حديد او من فولاذ امرأة مفعمة بالأحسيس والمشاعر المرهفة والله مع الأسف الوصف الأخير لأنه بظن أنا النكتي والمقالب كانت دايماً غطاء وبعدني كتير بحب أنا بحب اضحك أنا بحب النكات ونحن بجو بيتنا كل عمره كان جو نكات والدي الله يرحمه كان كتير يحب النكات وأخواني هلأ التنين إن كان ويليام ولا أليكسي عندهم اسلوب بأنه يحكوا لك نكتي ومستعدين يضربوا لي تليفون من أيام ما كان أخوي يساكن في نيويورك يتلفين لي من نيويورك بس يسمع نكتي جديدة وبسهراتنا في عمان معروف إنه وقت اللي خاصة منكون أصحاب ماخدين وجه على بعضنا لازم ننهيها بعدة نكات بظن إنه العالم آسي والأخبار سيئة والجو الكئيب اللي حوالينا بيشجعنا إنه لو نضحك حتى للحظة كتير مهم شو أخر نكتي سمعتها ما بتنحك كانت شارك سوى مع المشاهدين ما بتنحك على التليفزيون مع الأسف رمضة حبيب قمت بإدارة فرقة مسرحية في الجامعة اليسوعية وكنت موهوبة جدا ومبدعة في إيجاد طرق لترويج المسرحية حتى أنك نجحت بخلق عجقة غريبة في أحد الأيام من العام 72 بالحمرة تتذكر يا شي ما في شي معرفته مظبوط عملت فرقة لأنه كمان كنت أعشق المسرح وكنت أعمل للإخراج وكنت أمثل أول مسرحية عملناها كانت اليونيسكو كنتاتريس شوف أخرجتها أخرجتها ومثلت كنت واحدة من الأدوار الرئيسية هني القصة حوالي زوجين وانا كنت وفي رجل إطفاء وخادمة الرجل وخادمة الوحيدين اللي كان ممكن يلبسوا ألوان في المسرحية والزوجين الآخرين كانوا واحد بأبيض والتانيين أسود وعملتهم مثل لعبة الشطرانج وكان من الضروري أنه نتحرك على المسرح على طريقة الشطرانج إلا الشخصين الآخرين اللي هن الرجل الإطفاء والخدامة كانوا يقدروا يتحركوا بيالوحيد كانت نظرة حديثة خلينا نقول وعندي بعد كل مكتطفات الصحف إن كان النهار والصحف الكبيرة الآخرة كتبوا واعتبروا إنه عمل مسرحي مهم بقى هدا الشي شجعنا وعملنا مسرحية تانية لبيرامدلو ونسي جاميتو كان اسمها مع نظرة كمان حديثة مع مكياج على طريقة فليني لأنه كان قياما فلينو كتير مشهورة وقررنا مشان كل أهل بيروت يعرفوا عنا يوم بلبسنا بعد ما خلصنا المسرحية رحنا بموكب سيارات مع أصحابنا عشرة الحمرة ونزلنا وعدنا بوحدة من أهاول الكافيتروتوار تبع الحمرة وبالصدفة أخوي كان مارئ من هونيك أخوي اللي أكبر مني قاعد على الطاولة بعيد قال لي أنا ما بعرف لا بس طلعت النتيجة إجوا الجرائد وأخدوا صور وطلعنا تاني يوم بصفحة أولى من الصحف اللبنانية بدل ما نكون بالصفحات الداخلية اللي بيحطوا فيها النشاط المسرحي بقى زبطت رمدا تنتمين إلى جيل الرفض والتغيير هذا الجيل يلي ثار في زمن الحرية في لبنان وفي بيروت تحديدا كيف تحددين خصوصية هذا الجيل جيلكم أنتو أنا يعني اللي عشتوا بلبنان بهاي الفترة هي فترة الجامعة وبتذكر أنه كانت سهولة أنه ننزل ونتظاهر كانت شغلة فضيعة عطتنا درس لأنه أراءنا ممكن أنه نحكيها ونحكيها على صوت عالي وننزل وبتذكر كنا ننزل من الـ أس جي ماشي للبرلمان كل ما يكون عنا شي مضيقنا ولا حابين أنه نعبر عنه بالرفض وأوقات كان البعد منا هو اللي يروح ويطلع ولنا من النواب أو رئيس مجلس النواب مش بالضرورة بس رؤى ساليجين بمجلس النواب وياخدونا جد ويسمعو لنا ونحكي لهم نحنا شو مشاكلنا حتى مرة من المرات كنت أنا اللي مفروض أطلع وأحكي مع الممثل عن مجلس النواب وكاننا دايما ناخد معنا بنادورة بقى قرر حنان من الطلاب تحمس أنه يرمي البنادورة عبكير واجت علي واجت على شعري بقى حسيت شو الشعور اللي بيكون المظبوط تربيتنا على أنه من حقنا أنه نعبر عن نفسنا ومن حقنا أنه نكون دايما وراء الحرية ونعبد هاي الحرية كان كتير مهم ويظن أنه وبتأمل أنه كل اللي كانوا بهاي الفترة معنا أنه حطوا هاي نفس الانطباعات بتربياية ولادهم درست العلوم السياسية والإدارية في الجامعة العالية السعية وانتهيت في خدمة صاحبات الجلالة الصحافة اشتغلت معاني تراز عربية دونتوان الصفير مرون بغداد في بدايتك وكنتوا تقوموا برحلات إلى مناطق بعيدة وتنظموا حلقات حوار تبلغوند عن مشاكل الشباب في المجتمع مع أهلهم ومع الدولة كتبت أخبار المجتمع وحتى أنك عديت الكاريكاتور في غياب بيير صادق مما حملك على دفع كمار جملات رشيد كرامي وصاقب إسلام على الطيران على جناح من كنسة الساحرة الساحرة المظبوط رندا حبيب عندما تنظرين إلى تلك المرحلين شو بتتذكري؟ المظبوط كانت من أحلى أيام حياتي لأنه كانت بهذا العمر أول ما بيبدي الواحد أول سنة جامعة بيحس أنه الدنيا كلها هي مسيطر هو عليها وبيقدر يعمل اللي بده إياه والمظبوط أنا كنت محظوظة جداً متل ما حكيت بالأول إنه كان حلمي أكون صحفية واشتغلت بمهنة الصحافة أول ما جيت على لبنان يعني أول ما دخلت أول سنة جامعة كان فيه امتحان لجريدة الجور وليعني الجور بده الناس بالملحق وحداً حكيلي كان صر لي شهر بس واصلي على لبنان قدمت لهذا الامتحان وأخدوني ومظبوط أياما كانوا بالملحق نفسه بيشتغل مارون بغدادي وبيشتغل أطوان سفير وكانت اللي تدير أعمالنا الله يرحمها ماريتا راس عربية بقى كنا نروح ونتصل بالشباب شباب اللبنان كاملة كل مرة بقرة بمدن يعرفوا قبل بوقت إنه نحنا جايين ونقعد ونسمع لما شكلهم الاجتماعية السياسية اللي هي وهذا كان درس كبير إلي وبنفس الوقت جتني مثل ما قلت المناسبة إني إكتب بالأول بلوجور وكنت أعمل الأخبار الاجتماعية وقت اللي تكون فيفيان حدات بإجازة وهذا عطاني تمرين إذا بقدر أقول عن الموضوع وكان وقتها دايماً بيير صادق يعمل لها رسوم كاريكاتورية صغيرة حد الخبر بقى وقت اللي يكون كمان بيير صادق بإجازة وهي عم بت عم تكتب الأخبار أنا اللي أعمل لها هالرسمات وشجعني كتير إياما جانشويري وحتى عرض علي أن يبعتوني على فرنسا وإني أعمل أتخصص في هذا المجال بس أنا رفض الألم كان أقوى كتابة الكتابة أقوى من الرسم أقوى وأسرع وأسرع وفيها كنت حس أنه فيها إثارة أكتر بقى ذهبت أنا زكارتية عن عملك لفيفيان حداد هي اليوم وفيفيان غانم وعلى فقرة أخبار المجتمع هناك رسم كاريكاتوري نشر في رفيديو ديبان بالسابينات منشوفه هلأ على الشاشة بهذا الرسم تظهرين أنت وفيفيان عم ترأسه الفرنش كونكون وكان التعليق وقته مالكات الكونكون أو مالكات أخبار المجتمع سرعا ما تحولت أو بدأت المرحلة الجدية في حياتك الصحفية أصبحت الصحفية الميدانية هذه الأخبار وهذه الروايات نحكي عنها بعد هذا الفاصل الأعلاني أزلقائي المشاهدين استراحاتين مع المتابعة وراء الوجوه خليكم معنا إذن ضميتوا لألنا مساء الخير ليلة عام الحاور رئيسة الوكالة الفرنسية للأنباء رندا حبيب رندا من أبرز المحطات في حياتك الصحفية في بدايتها حدثت بالعام 73 متحديدا بشهر أيار عند الإنزال الإسرائيلي التاريخي وتصفية قصة قدت فتح كمال ناصر كمال عدوان ومحمد يوسف النجار توجهت إلى مكانة الجريمة في ساعات الفجر الأولى ماذا وجدت وبما عدت بصراحة كان مظبوط هذه من المحطات اللي أكتب شي بتذكرها لأنه كنت ببداية عملي الصحفي وطالبة بعدني في الجامعة بس اتصل معي أحد الأشخاص وقال لي أنه هيك هيك صار وتوجهت مع المصور تبعنا وفي الماجازين ورحنا والبيوت كانت في اتنين منهم كانوا سكنين بنفس العمارة والثالث كان في عمارة مجاورة ودخلنا وشفنا بعد كانت الأمور ببدايتها يعني كانوا أخدين الجثامين إنما البواب مفتحة ما كان في شرطة قدرنا ندخل كأنه ما في شي وانتبهت أنه حتى في شخص دخلوا عليه بطابق طابق تحت طابق اللي كان ساكن في كمال ناصر وتآزى لأنه افتكروا حالهم داخلين على الله يرحموا كمال ناصر ببيته بشؤته المتواضعة لقيت كاين فيه بالمكدة بالمنفضة سويجير من نوعين مختلفين والبعض من هون كان عليهم حمراء وأنا كتبتها يعني اعتبرت إنه هاي دي شغلي ملفت إلى الانتباه إنه معناته قبل العملية كان في عنده ضيوف هل هضيوف كانوا ندور ولا لأ باللي صار وواضح كمان إنه كان عم بيكتب مقال عرفت بعدين إنه كان عم بيكتب مقال لفلسطين الثورة كانت مجلة فلسطينية والكلمة الغريب بالموضوع إنه الكلمة الأخيرة اللي كان عم بيكتبها هي كلمة أخيرة لأنه عم بيحط تصريحات قل دميير الأخيرة وبعدين نازل الألم هيك على الورقة وكان فيه علامات رصاص حتى على الورقة البيض اللي كانوا تحت الورقة اللي هو عم بيكتب عليها وعملت شيء المفروض ما أعمله يعني بس مسكت هدول الوراق بعد ما صورناهم وأخدتهم معي ونشرناهم بماجازين وبعدين الغريب الشرطة ما اتصلت فينا تطلبهم اللي اتصل فينا هو مكتب منظمة التحرير واتصلوا برئيسة التحرير إيامها منبشارة وقالوا لها إنه هدولي وثائق يتمنوا علينا إنه نعطيهم ياهم مشان يخلوهم بالأرشيف الوطني تبعهم وطبعا عدتلهم ياهم خليت ورقة بيضة وحدة لأنه عليها أثار الرصاص بعدك محطوصة فيها بعدك محطوصة فيها من عائلة أردنية عريقة كان عدنان غريبي يعمل في وزارة الإعلام عندما رأيك يتولع فيك على حد قوله لأنك جزابي واسعة الثقافة وتعارفين كيف تفرضين نفسك طلبك للزواج فأرسلت الموافقة عبر التليغراف لأهل عارضوا فتزواجتوا خطيفة طبعا هذا اللقاء حفيات هذا اللقاء من حب نستعيد السبع معك الصدف عملت أني أتعرف على عدنان لأنه أنا كنت ما بعرف الأردن ولا عمري جيت على الأردن لكن أتيت بدي أبرهن نفسي وأنه بقدر أعمل مقابلة مع رئيس دولة وكنت طالبة بالجامعة وجيت على عمان وطلبت مقابلة من الله يرحمه الملك حسين لأنه كان فيه تشجيع من المجلة أنه بدنا نبلش نعمل مقابلات مع رؤسة دول عرب طبعا كان الإمكانية أن أحصل على المقابلة ضئيل جدا لكن اقترح وقتها الشخص اللي كان مسؤول عن الإعلام الأجنبي في زارة الإعلام أنه اللي فيه بكرة الملك حسين بده يجتمع مع رؤسة وجهاء العشائر بالأردن واللقاء مفتوح للصحافة وإذا بتحب تطلعي وتحضري بالديوان الملكي وبعدين هو من عادته أنه بيسلم على الجميع بس يخلص اللقاء بقى بس تسلمي عليه وليله أنه بتحب أنك تعملي معه مقابلة وهذا اللي صار وبظن أنه الملك حسين يعني كان من هالناحية شاف بنت نسبيا بعدها صغيرة طالبة بالجامعة جاء تطلب منه مقابلة تجاوب بس أقلي إن شاء الله بس أنا طبعا ما أخذت أبدا أنه لحيتم اللقاء رجعت على لبنان وبعد ثلاثة أيام إجاني تليفون أنه عندي مقابلة مع اللي يرحمه الملك حسين وما كانت أيامها ما في تاييرات كل يوم على عمان بقى رحنا بالسيارة ومعي مصور والسائق تبع المجلة وبس وصلنا على الحدود الأردنية أنا توقعت أني أقطع بسرعة لأنه جوازي كان ديبلوماسي المعاملات بتكون سريعة والدنيا كانت صارت المسا طولت كتير على حدود تم استجوابي وأسئلة وتفكفكت كاميرا صغيرة مينولتا كانت معي تفكفكوا لي إياها ما كنت أفهم شو عم بيثير يسألوني عن سبب الزيارة وأقول لهم أنا عندي موعد مع الملك يعني جايي مشان أعمل بكرة معه ومقابلة وكانت الأمر بالنسبة إلي كتير جديد وغريب ولدرجة إنه كنت أقول للي معي قلت له أنا آخر مرة بجي على الأردن وصلنا على التنتين ثلاثة الصبح على عمان يعني بعد بضع ساعات كان عندي بده يكون المقابلة ووقت اللي طلعت الثاني يوم كمان على المقابلة وقبل هيك بتجولنا داخل عمان دايما في ناس يرقبنا دايما في ناس ورانا مش قادر يفهم شو الموضوع طلعت نطروني طبعا وصار فيه يدخل عليه ناس في المكتب المكتب الانتظار في الديوان يسألوني أسئلة بال67 وين كنت أقول لهم أنا كنت طالبة كنت بالبرازيل ليش ما حدا يجاوبني ليش أخيرا دخلت عند الملك حسين وكان استقباله يعني بقمة الحفاوي وافتكرت أنا أنه هيك بيتصرف مع الكل بس بعدين عرفت أنه قبل ما أدخل عنده وصلت الأخبار الحقيقية عني ما تبينة أنه كان واصلة رسالة أنونيم شو بيقوله يعني رسالة غير ممضية بتنبه أنه في صحفية اسمها رندا بدأ تحاول تقتال الملك حسين يا بكاميرا يا بأهل التسجيل بقى كل المستشارين الملك بعدما كان عطيني الموعد نصحوه طبعا أنه ما يشوفني إلغاء المقابلة إلغاء المقابلة لكن الملك حسين قال لهم أنا عطيت كلمتي مش لح أرجع عنها وليحسن الحظ قبل ما أدخل عنده بخمس دقايق أو عشر دقايق حسب ما عرفت بعدين وصلت المعلومات الكاملة عن مين أنا ومين والدي وطلع الملك حسين اللي يرحمه بيعرف والدي وظهرت أنه الأمور كانت خطأ بقى وهذا بيبرر كيف أنه استقبلني بحفاوي إسا أكبر من بس طريت أعمل مقابلة بدون أهل التسجيل يعني الآن مع خمسة وعشرين سنة صحافة ما بسترجي أني أعمل مقابلة رئيس دولة بدون تسجيل بس رفضوا أني أدخل آلة التسجيل معي بقى هو كان صبور وكان يحكي عمهله مشان أقدر أسجل أدون بس وقت اللي خلصت المقابلة شد علي أني أقعد كم يوم في الأردن وأني أروح كضيفة له بالعائبة قلت له لا أنا لازم أرجع على بيروت بكرة رفضت دعوت الملك المزبوط لأسباب خاصة كان كنت عندي سفرة على بريطانيا لازم أروحها وكان لازم أرجع على بيروت قبل بقى على كل حال بعت وراء زوجي الآن زوجي عدنان اللي كان هو أياما مسؤول عن الأعلام المجنبي وكان موجود في الديوان ناطر برا بينما كنت عمل المقابلة بعت وراء وقال له أنا حاولنا أنه نقرعها النظل بدنا نشيل الانطباع السيء اللي بتكون أخذته عن الأردن بقى أنا بتتكل عليك أنك تعزم على العشا وأنه تخليها تروح بصورة بقى هو كان السبب بالنهاية هو ليس اتهام لكن كنت المدللة عند الملك حسين ما هي المسافة الحقيقية بينك وبينه بجوز كل عمره حاس أنه كان مسؤول عن جيتي للأردن وحتى أول ما تزواجت وجيت على الأردن ولابد أنه كان عارف الظروف اللي أنا تزواجت فيها يعني تحديت العالم كله لأنه كان خياري بس بصراحة للعلم يعني والدي بسرعة رضي ورحنا على لبنان وأول ما فتح الباب قال له أهلا بتصهر لزوجي وكان يعزه كتير وكانت العلاقة ولا تزال يعني مع كل أعضاء العائلة ممتازة إنما بالنسبة للملك بظن أنه حس أنه أنا جاي من بيئة مختلفة وأنه ممكن أنه أحس بنوع من الملل في عمان بقى أول ما صار مفاوضات السلام في جناب عين عدنان ناطق رسمي للوفد الأردني وعين مساعد للناطق الرسمي وهذا أثار استغراب كبير في الأردن لأنه ما كان صار لي شهرين ثلاثة سكني في الأردن أني أصير أنا معاون للناطق الرسمي وقال يقال واحد من المسؤولين حتى قال له للملك يعني كيف قال له إذا في حدا منكم بيحكي فرنسي أحسن منها خلي يتأدى بل على كل حال أيامها المفاوضات ما استمرت والمشوار كان أصير بعملي الصحفي كنت المظبوط أخذت وقت لبناء الثقة بيني وبين هي شيء وأنه الملك حسين يكشف أوراقه لأي صحفي كان شيء آخر من هالناحية بقال بظن أنه علاقة الثقة واللي انبنت على مدى السنين هي اللي خلت أنه يطلع هذا اللقب في عمان إلى أي درجة أنت كنت موضوعية أو كنت حيادية عن تغطيتك لأخبار الملك حسين مثلا خلينا نحكي عن المظاهرات المناهضة الملك حسين كيف غطيتها كيف نشرت الخبر أنا حوالت وبظن أنه ما كان احترمني الملك حسين لو ما كانت موضوعية وما كان فيه إمكانية إلي أني ما أكون موضوعية أولا مجرد العمل في وكالة أنباء دولية تفرض على الصحف أن يكون موضوعي إذا راح شوي عن الخط بيرجعوه على الطريق الصحيح لكن ما كان فيه ضرورة ومرت ظروف أنه كان يزعل مني الملك حسين هذا شيء أكيد بس الملك حسين كان أعداءه واللي تآمروا ضده يجيبهم وزراء بقى كيف وقت اللي تكون صحفية عم تعمل واجبها بس المظاهرات بالنسبة لمظاهرات سنة التسعة وتمانين اللي هي المظبوط ما كانت مناهدة للملك حسين كانت مناهدة لحكومة ولأسعار ولفساد لكن كانت عنيفة وكان الملك حسين إياما في الولايات المتحدة مما يعني أعطاها طابع خطير جدا كان ممنوع تغطية هذه المظاهرات كان منع وزارة الإعلام للصحف الأردنية مجرد الذكر أنه في مظاهرات في جنوب الأردن لأنه بدت في معان في جنوب الأردن أنا كنت أغطيها وكنت إياما كمان أرسل الإزاعة كنت أعطي أربع خمس نشرات على الأقل حول كل تفاصيل ما يجري وهذا خل المواطنين من هناك أنهم يتصلوا فيه ويعطوني معلومات وقت اللي الجيش سكر المنطقة ومنع الصحفيين أنه ينزلوا كانت في عملية وصول للخبر مهمة جدا منها ناحية ومظاهرات يعني قدت إلى مقتل 12 شخص ما كانت هيني أبدا رجع الملك حسين أبدأ استياءه باللي صار من منطلق أنه كان فيه تكسير وكان فيه يعني كان فيه أمور خرجت عن نطاق المعقول بس بنفس الوقت وعد الناس قال لهم أنا بدي حل المسببات لهذه المظاهرات وأقال الحكومة ووعد بعملية ديمقراطية ووفى بوعده بعد أشهر بسيطة قاموا بأول انتخابات تشريعية من ناحية تاريخ الأردن كانت كتير مهمة لأنها بصورة غير مباشرة كانت انطلاقة لعملية الديمقراطية في البلان يقال غلي بأن ما بتصل فيك الرؤساء العرب بيطوكي خبر وبيحدده ما هو للنشر وما هو سري غير قبل النشر طبعا هذه العلاقة هي علاقة فقه بنيتها مع الوقت عبر مصداقيتك اللي انت حكيت عنها بأول قصة من حلقتنا الليلي لكن ألم تضع في يوما ونشرتي خبر ليس للنشر يعني بدي أعطيك مثل موضوع وليت العهد في الأردن اللي هو يعتبر من أهم الأخبار اللي بتتعلق بالأردن وإياما حتى بالمنطقة عرفته من قبل بأشهر من ما طلعت الخبر لكن بوكالة أنباء بس بديك تطلع خبر بدي يكون عندك مصدر ولازم تكون أكيد منه بصراحة ما كنت أكيدة من الخبر وكان بعد الأمور يعني ممكن تتغير كان في حلول أخرى ممكن يعني أنا ما كنت بذهنه للملكة حسين لكن منه الواضح أنه كانت بجوز بعد الأمور مش مكتملة أيام ما كنا بلشت يعني تتبلور الصورة لكن وقت اللي كنت صرت أكيدة من الخبر الشيء الوحيد اللي رضيت أني أعمله أني ما أذكر اسم الشخص اللي أعطاني الخبر بس طلعت الخبر وبك حالي هوني بتجي التداول عن الخبر أنه أنت بتعطيني خبر بس بتقولي بالله ما تذكريني في الاسم وأنا بحترم هذه الرغبة وبلاقي أسلوب تاني لإخراج الخبر وبصراحة هذا الخبر مع أهميته لأول مرة بيطلع بوكالتنا بنذكر المصدر مصدر واسع لإطلاع وهو مصدر أصلاً ممنوع استعماله في الوكالة لأنه ما بيعني شي بس لأهمية الخبر واللي ثقتنا فيه ولا منشان ما نخسر الخبر فضلنا أنه نطلعه حتى بهاي الطريقة تعقباً عبد أولي هناك الكفير من الرسوم الكاريكاتورية اللي تناولتك في الأردن لكن أبرزها هو رسم كاريكاتوري حيث سياسيون يتجدلون حول صحة الخبر فبقول أحدهم للتاني اسأل رندا حبيب مصبوط في كاريكاتوريات تلعيت أو عن رئيس وزراء في مؤتمر صحفي بيسألوه ربط كمان ربط بجوز اسمي في الأردن أيضاً على موضوع تغيير الحكومات يعني صارت مثل النكتة يعني وقت اللي بيكون فيه بحسوا رئيس وزراء أيامه مع عدودة بيعتبروا أو بيتوقعوا أني أطلع أنا بالخبر الأول وهذا شيء حصل خلال السنوات الماضية فيه إشارات بدرسها فيه برجع بقول وقت اللي بيسألوني هالسؤال في الأردن طيب كيف تعرفي أو كيف توصلتي لهذا الخبر راسبوتين فيه شخص تاني بالأردن منسمي راسبوتين مش أنا وقت اللي بنوصل الواحد أنا برأيي لازم يوصل لصانع الخبر إذا ما وصل لصانع الخبر كل شيء ممكن يتغير هل أنت صانع الخبر أم مرجعية الخبر لا أنا مش صانع الخبر أبدا أنا أنا ناقل للخبر أنا بروح لصانع الخبر وباخد منه الخبر بتذكر أحد رؤساء الوزراء مرة بعثت خبر أنا أنه بده يتغير خلال 48 ساعة وحطيت مين بده يكون الشخص اللي بده يتولى محله وهذا شيء حصل يعني بقتصل فيه معاتبة بعدين قال لي لعلمك هذا الخبر غير صحيح قلت له هل بتحب أنك تنفيه؟ قال لي لا قلت له لأنه بظن أنه ما بتقدر تنفيه لأنه أنت مش الشخص اللي بتعين نفسك في شخص اللي بعينك وبقى ما بتقدر أنت تيجي تقول أنه رغبة هذا الشخص اللي بده يعينك هي مختلفة المظبوط أنه مع الأسف أوقات آخر من يعلم بيكون رئيس الوزراء لأنه مش بالضرورة أنه يعرف أنه إيامه انتهت بال بده الواحد يكتكل على عدة شغلات ممكن الشخص اللي بده ياخد محله بدأ استشاراته يكون أورادي يعني مبلغينه أو الملك مبلغه أنه هو اللي بده يصير رئيس الوزراء وبكون صار متصل بناس مشان يجيبهم بحكومته فيه أسليب عديدة للوصول للخبر رندا حبيب القسم الأخير من لقائنا بعد هذه الإصراحة الأخيرة خليكم معنا موسيقى موسيقى كواليس وأخبار ووقائع شتا وشاركت طبعا في نشرة هي الصحفي رندا حبيب ضيفت هذه الحلقة من وراء الوجوه إلى جانب الوكالة الفرنسية عندك زاوية في جوردن تايمز وكنت السباقة في كذبات أول نيسان يلي فرعت شو هام كذبة كذبة بيضة طبعا أنت أطلقتها في سماء الأردن في ثلاثة في ثلاثة يعني أخذوا دور لأنهم دلينا على أشهر نقنع الناس أنها كذبة وما حدا راضي يسد وحدة منهم كانت في منطقة بعمان اسمه عبدون وبصورة خيالية وبالاتفاق مع السفير الإيطالي أيامها لويجي أمادوتسي كان اسمه تفاقت أنه كأنه عم نعمل له مقابلة وعم بيحكي هو عن شركة طليانية جاية بدا تساعد أنه تعمل بحيرة إصطناعية في وادي عبدون وبعدين يعني كانت واضحة أنها كذبة لأنه صرنا نحكي أنه بدي يكون فيه جوندول بهاي البحيرة وبدون يبعثوا بعض الأردنيين على فنس مشان يدربوهم كيف يسوقوا الشخاتير المهم بالموضوع أنه لكل اهتم وما بعرف إذا بتتذكر الملكة نور بس حتى قيل لي أنه الملكة نور اعتبرت هي لأنه أركتكت بالأساس أنه هذا موضوع يعني مهم وأنه ممكن يصير نحن حطينا تفاصيل كيف بدون يجمعوا مية الشتاء ويعملوا منها بحيرة المهم بالموضوع أنه المكاتب العقارية اهتمت اللي بدوا يعرف أي أراضي بدأ تنطم واللي بدوا يعرف وين الأراضي اللي بدأ تكون على الشط وفي صديق لنا كان بدوا يبيع البيت تبعه قرر يبطل لأنه قال هلأ بيتي بيكون على الشط طبعا من كبرها الكذبة أنا ما توقعت يوم ما أنه حدا يصدقها وعملنا فيلم خيالي كمان لميل بروكس وطلبوا من من الأردنيين بيحب يمثل وعطيناهم أرقام تليفونات مشان أدوار صغيرة والكل تصدق والكل كان بدي يمثل وكمان حولنا أريان لطائرة ركاب وكان في دعوة لبعض الأردنيين اللي يروحوا على أحد الجزر اللي تحت الانتداب الفرنسي يعني كان سهل أنه الناس تصدق لأنه ما تعودوا أنه يكون في كذبة نيسان بس كل مرة كنت أحاول أني أمضي بإسم مختلف لأنه بعد أول سنة يعني صاروا يتوقعوا صبعت الكرات مثل ما قالنا خيالك بسعة كتير غندا حبيب اختطفت أثناء حرب العراق وكان الموت الحتمة بانتظارك كيف وجهت هذه الحادسة اللي كان معقولة تكون نهايتها نهاية مأساوية بصراحة يعني طبعا فجئنا باللي صار وكنا عدد من الصحفيين وقت اللي إجوا مجموعة من تسع أشخاص ومسلحين وخطفونا أنا بظنوا أنه لو حدا سألني قبل الحادسة إذا هالشي بيصير معيك شو كنتي شو بتعملي كنت بتصور أنه ممكن أني أموت بسكة هلبي من الخوف بس ما بعرف شو اللي بيصير اللي بيعطي الواحد القوة وفيه كان عندي ردة فعل مزدوجة بمرحلة كنت أفتكر حالي أنا عم بعيش فيلم سينما مش حقيقي وكلما زادت الأمور حقيقة خاصة أني انضربت وأنه لأنه كنت الوحيدة اللي بيحكي عربي بين الصحفين الأجانب اللي موجودين بقى كنت أنا أضطر أولاً اللي أترجم وثانياً أني أنا اللي أجاوب وهذا عربني للإساءة بس بنفس الوقت بفتكر أنا أنه بتجيه للواحد قوة ما بعرف إنه وين الواحد من ربه بتجيه قوة غير متوقعة بتخليه أنه يقدر يتجاوب وأنه يتعامل مع الأمر بهداوي وهذا اللي صار لكن كان عندي قناعة أنه كنت بدي أموت لأنه وصلت مرحلة وقت اللي صفونا للإعدام وكانوا يطلقوا رصاص بس يطلقوا الرصاص على الأرض ونحن كنا بمنطقة صحراوية بقى تدخل كانت في الرمل لو كنا على الإسفلت كانت عكل حال قازتنا الطلقات كنت الغريب بالموضوع إنه عدت أفكر هالمؤلم الرصاصة مؤلمة وكنت أقول لنفسي معناته هذا هو آخر يوم في حياتي وكان قلقي بولادي قلت كيف دون يعرفوا إمتلح نلتقى لأنه كنا بمنطقة صحراوية قبل ما نوصل على البصرة بتلاتين كيلو كأننا صرنا عاملين مسافة طويلة من بغداد يعني أمور من هذا الشبي يعني كان ألم ولادي يقلمني زيادة لكن الله رحم يعني توصلنا لمرحلة نقدر نحكي معهم وأنهم يقتنعوا أنهم ما يقتلونا بس صدقني من أيامها عرفت قيمة الحياة أكتر واعتبرت أنه جتني فرصة تانية للحياة وأنه لازم استفيد من كل دقيقة منها كيف تنظرين اليوم إلى هذه الحياة؟ الحياة طريق بيقدر الواحد يعني يمشي فيه بسرعة وممكن ياخد وقته بس بالنهاية نقطة الوصول هي هي أنا بحاول أنه هالطريق أمليه أدمى فيه أني أعمل أدمى بقدر وأنه أخلي دايماً ضميري مرتاح منشان وقت اللي بتجي الدقيقة دايماً أنا مستعدة أراندا حبيباً أنا بتشكرك على المشاركة في هذه الحلقة من وراء الوجوه كان طبعاً متعالي والمشاهدين أن نكتشفك نتعرف عليك ونتوغل معك في كواليس حياتك أثري والغنية المليئة بالتحولات ونقاط التحول ما بعرف بدي أطلب منك توقعي هذا اللقاء مثل ما بتوقعي الأخبار اللي بتوزعيها أنت على وسائل العلام بس المرة بإسمك أنت مش بإسم مستعار لا طبعاً بإسمي أولاً لأني بفتخر وأنا بشكرك على هذا اللقاء والإمكانية والمناسبة بالنسبة إلي أني أرجع على جذوري وأرجع على لبنان وأنا بفتخر أني هالمسيرة اللي حكينا فيها أني أتحدث فيها على تليفزيون لبناني لأول مرة وأنه تكون هالمناسبة إعادة ذكرى بالنسبة إلي وعدة عشت إيام ما عبر نسيتهم بس كانوا بعاد بالذكرى أنت صورة عن الإمرأة العربية الناجحة ياللي كلنا مطمح أن تكون هي بالصدارة بكافة المجالات شكراً لحضورك معنا أصدقائي المشاهدين بتأمل تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة المثيرة مع الصحفية رندا حبيب اليوم هو زمن المونديال زمن كرة القدم بدأ نغيب عنكم لفترة شهر رح نعيد مقابلات قديمة وحوارات سبق وأجرانيها وسبق ونشرت أو بثت على قناة المستقبل الأرضية والفضائية رح نعود من بعد بلقاءات جديدة وحوارات جديدة بتأمل تنتظرونا منها لألالة وقتها بتأمل أنه كل واحد منكم ومنا متحمس لفريق الفريق يلي هو بيشجعه يربح بالنهاية مني وعلي أنا مع البرازيل بتخيل أنه رندا كمان تقاسمني هذا الشعور بتأمل أنه فريق البرازيل هو يلي يربح السنة هو لحفوز بكأس العالم لكرة القدم لكم مني أطيب التحيات وتصلحوا على خير ترجمة نانسي قنقر